بيرامدز بيستعد لمواجهة راية في كأس مصر يوم الأربعاء دور الاتنين وثلاثين مباراة لم تلعب وقتها بسبب انشغال بيرامدز بمواجهة الإسماعيلي في الدوري كانت مباراة مؤجلة وكسبها بيرامدز بعد العودة مباشرة من مباراة السوبر اللي كان خسرها بيرامدز إبراهيم عادل غاب عن قائمة مباراة الإسماعيلي قبل المباراة بساعات يعني كان موجود اسمه في القائمة وبعدها بشوية خرج اسمه من القائمة وانضم بدلا منه عبدالله مجدي لو تفتكروا وتقال إنه للإصابة في سؤال للمركزين يعني هيترحوه بل وترح بالفعل هو ليه إبراهيم عادل مستواء متراجع الفترة اللي فاتت تقريبا من يناير لو حبنا نرجع كده لماتشات إبراهيم عادل مع بيرامدز تأثيره أقلب كتير من تأثيره في الفترات السابقة لده متش الأهلي كان ربما من أقل اللاعبين على مستوى الناحية الهجومية على مستوى المجهود وعلى مستوى الإبداع جوا أرض الملعب وانت بتتكلم على لعيب مؤثر جدا وبتبصره دايما إن هو قائد اللعيبة بتوع المستقبل الكرة المصرية هو قائد منتخب مصر الأولمبي مقبلين إن شاء الله على بطولة أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 24 إبراهيم عادل لغاية دلوقتي في الموسم ده بس مسجل تلت جوال موسم اللي فات كان مسجل سبعة وصنع خمسة السنة دي ولا صنع ولا هدف ولم يسجل سوى سلاتة أهداف فدا يزعلك بشوف من خلال بقى ربط المعلومات إن اللاعب متأثر بفكرة العروض وفكرة عدم تحقيق بعض الوعود اللي اتوعد بيها في يناير كان جالوا عرضين واحد معلن رسميا من نورتشيلاند الدينماركي كان باثنين ونص مليون دولار تقريبا لنادي بيرامدز وكان تقال كمان على عرض برتغالي بس مش رسمي ما تقالش رسمي يعني وكان برضو تقال بتلاتة مليون دولار والصيف بقى كان فيه كلام عن الأهلي يعني لكن وتوعد بفكرة تجديد أو فكرة إنه زيادة المرتب تعديل عقده يعني وواضح إن ده ما حصلش ورغم إن دي معلومات كلها بنقولها مش رأي لكن الرأي اللي ممكن نقوله في القصة دي إنه كل يوم بيعدي في مسيرة اللاعب حتى لو ما كانش راضي عن الأجواء المحيطة ماينفعش يضيعوا كده في تراجع مستوى والله بقى بتلعب في بيرامدز رحت الأهلي احترفت في أوروبا مهم جدا إن عمر اللاعب ما يستنزفش في انشغال بأمور خارجية مع الوضع في الاعتبار إنه الأمر مش سهل والضغوط ممكن تبقى كبيرة والواحد ممكن يبقى نفسه في حاجة وما تحصلش فيتأثر لكن إبراهيم عادل موهبة كبيرة جدا والدايق جدا لما نلاقي إن مستوى متراجع لفترة طويلة يعني مش ماتش مثلا لا فترة طويلة فلازم تركز لأن انت عندك ارتباطات كتير قوي انت عندك منتخب مصر لازم تبقى بص عليه الأول كمان مش بس منتخب مصر الأوليمبي اللي انت قائده يا إبراهيم وهو يعني بقى فيه كده كلام مع وكيله كمان إنه هو عايز يبدأ يركز في إنه يخرج في الصيف عنده وقت معين على فكرة إذا لم يرى إنه فيه تقدم في العلاقة استفادة من بيرامدز بإبراهيم أو استفادة من إبراهيم في إن المستوى يبقى مقنع لبيرامدز أو لنفسه هتلاقي إن الانفصال لوقتها يكون هو الحل الأمثل ما بين الطرفين طيب خليني أروح معاكم أقولكم بس